قدمت الصين يوم الثلاثاء احتجاجاً رسمياً إلى فرنسا بعد مقتل مواطن صيني برصاص الشرطة الفرنسية في باريس أعقبته اشتباكات بين محتجين والشرطة أمام مركز الشرطة المحلية هذا وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أخوات شوينين إن وزارة الخارجية الصينية تراقب عن كثب تطورات الحادث أولت وزارة الخارجية الصينية لاختماماً بالقاً بهذا الحادث فالدعى سفراتنا لدى فرنسا إلى مباشرة لتباحث مع جانب فرنسا فوراً بعد وقوع الحادث وطربت فرنسا بإجراء التحقيق في أسرع وقت ممكن واتهاز تدبير فعالة لضمان سلامة وحقوق المواطنين الصينيين مشروعة هناك ومعملت رادي فعر الصينيين إزاي حادث بشكل معقول وقالت خوات شوينين إن الصين قد أرسلت موظفي السفارة الصينية لزيارة عائلة الفقيد وتعزيتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم في نفس الوقت اجتمعت لجنة مختصى تابعة لوزارة خارجية مع مسور سفارة فرنسية لدى الصين بشكل طارئ لبحث موضوع سنستمر في مراقبة تطورات حدث عن كسب وسنبقى على تواصل مع جنب فرنسي عبر سفارتنا في باريس بحدث الحفاظ على السلامة والمسالح وحقوق المعساسات الصينية والمعاطنين الصينيين في فرنسا كما نؤمن من المغتربين الصينيين في فرنسا أن يعبروا المطاربهم بالشكل معقول ومشروع